السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم دل كرام تيفي نتمنىكم تكونوا جميعا بخيروا على الف خير ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو هنقدم معكم وصفات متنوعة صحية بدون لحوم بدون دواجن بدون كثرة طهي يعني بتكتوجد بسرعة صحية وليدة بزاف بزاف اذا هنتم معي ان شاء الله حتى تشوفوا الوصفات كاملين كيف تشوفوا معي عندي هنا البطاطا وخيزو عندي حبس بطاطا كبيرة حبس خيزو كدلك كبيرة والبيض خيزو بطاطا حكيتهم كي شويتوا معي كنحكم هكذا في الحكاكة الليضة صافيفة كنحصلو هكذا على الخضر مبشورة في الحكاكة هذي هي اللي حكيت فيها أنا الحكاكة الليضة من بعد ان شاء الله غدي نديروا ليهم التوابل وغدي نديروا لهم البيض وغدي نطيبوهم بهالطريقة السريعة كيف غدي نشوفوا معي فاخديس واحد المقيلة حتى تسافق النرد ارتفع واحد الملعقة ديازويتا غدي نحطو لخيزو دينا يتشحر شوية يدبال في الزيت باش بسرعة كي يطيب كي يجي طيب مزيان مع هذك البيض نحطو بحال هكذا غدي نزل لنا كنقلبو بحال هكذا بش ميت تحرق ش لنا لانه محكوك فكيكون نرقيق وغدي نتحرق يعني بسرعة يتحرق بحال هكذا غي كي تبالي شي شوية فكنحيدو كندير البطاطة حتى هي البطاطة كيف كتعرفو را ما كتاخدش الوقت بسرعة كبيرة كتسوجد فغدي ندير واحد القطيرة الزيتا غي واحد نصف ملعقة ديازويتا ونحط في هذك البطيطة دينا وحتى هي كنشحرها هكذا كنقندية ونجيبها في المقيلة ففي دقيقة جوج دقيقة كتسوجد يعني ما كتحتاش واحد الوقت لي هو كتير ممكن انكم ديروا خيزو بطاطة في نفس الوقت غير انا ما خلطو مش لان خيزو كنخلي مثلا وقت طول من بطاطة بطاطة غي كتسحطوها هكذا طيب يعني ندرسوها مع خيزو ممكن تحرق لكم صافيفة انتم ما كتشوفوها هي البطيطة دينا غي كتديروها كتبدا تتعلك كتلتق مع بعضها احنا غدي نحيدوها باش كنحلوها هكذا مع الخضراء ومع البيض فهد الاكلاس سهلة بالزاب وكتوجد بين ساحت الـ 8 دقيق تقريبا تكون جاهزة وتحطوها هكذا إلا كنت بقع نقص النار فما غدي شفوت معكم عشرة دقيق اذا هنتم بعد ما حطيت البطاطا وخيزوها هكذا في واحد الإناء درت عليهم شوية الفلفل أسود او واحد رشيشة دي الفلفل أسود وكذلك الملح حسب الكيمية اللي عندكم يعني لكترتوا الخضراء غادي تكتروا شوية الملحة انا احنا تقريبا نسف ملعقة صغيرة نضيف البيض ونضيف كل شيء ونضيف النار نضيف البيض ونضيف البيض نضيف البيض نضيف البيض نضيف الخليط نضيف الخليط ونضيف بخليط نضيف الخليط نضيف البيض نشاء الجنب نقلب سحن ونقلب ثلاثة ثلاثة نقلب ثلاثة 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 يمكنك تضيف الفروماج اضيفه فيها اي جبن اي جبن اي جبن اخلطه في الأول اضيفه 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 طبق الاول اضيفه سمك اضيفه السمك السردين نضيفه السمك السردين السحن السردين الفروماج وضع في العاشوار وضع فيها وضع فيها وضع فيها سوف نحصل على هذه الكفيتة سوف نطيبها بطريقة الزوينة رائعة سوف نحتاج الحامض ثومة الزوينة رائعة سوف نحتاج الحامض ثومة سوف نحصل على الكركم والفلفل الأسود والآزير والأكليل جبل مطحون والمالح وعصرت عصير الحامض وحتثت فصوص تسبيلة خلطتها تسبيل وخلطتها 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 لدى البصيرة النقاط وأخلطتها مكونات كامل ونكورها بشكل دوائر وصابع وكيف يبقى الاختيار نستمر كمية كمية كبيرة بعد مكونات كاملة نضع المكونات جانبا نضع البصلة ومطيشة نضع البصلة ومطيشة نضع البصلة ومطيشة نضع البصلة نضع البصلة ومطيشة نضع البصلة نضع البصلة نضع البصلة بعد ذلك بسبب guerra نضيفها انا بماثرين ونضيفها نضيفها 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 حتى الان نضيفها لقد ترى الان ربع ساعة ونضيفها فهنا نقوم بها ونضيفها لا نضيفها لا تقوم بسرعة ونضيفها ونضيفها اضيفها حتى، اقل من المتوسطة اضافة وضع الطواجين في طواجين نفتج المنزل نحن نصف في الصحن نقلب طورتية و نقلب طواجين و نقلب الطرطية و نقلب طورتية نقلب طورتية و نقلب طورت اضافة طواجين اضافة طواجين كيف تشبعه اضافة 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 طواجين اضافة طواجين اضافة طواجين اضافة نايراد وقوضة طواجين ومروا على بركة الله ونحضر الوصف الثالثة صحي ودئة بدنجل مقلي شرب الزيت ونقوم بطريقة صحية وزوينة ونقوم بكثير من المقلي اخذنا الدنجل وقطعناه إلى دوائر نقوم بطبيعة ونقوم بالفرن لنقوم بطبيعة وضع الملح اضافة ملح وضع الملح اضافة صغار واضافة منذ الوقت وضع التوابيل تضيف الملح تحمير من الملح ملعقة ممتلئة ملعقة صغيرة عمراء لدينا الثومة لدينا كثيرة في الزويتة بسرعة نخدم بها ملعقة صغيرة ملعقة كبيرة زيد السيتون ملعقة ملعقة ثم ملعقة نحن نخليط تسبيل نقوم بسجنة نقوم بمجردة نضيف الحرب نلعجوها للفرن نضيفها بصينية الفرن نضيفها بقطيرة زيتون نضيفها في طبخ نضيفها 1.5 ملعقة ملعقة زيتون نضيفها نضيفه نضيفه و نضيفه و نضيفه 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 و نضيفه بهذا الشكل و نضيفه بلدية و نضيفه اختياري فطرق نضيفه نضيفه فجنت نضيفه الفرن احتى يتعمل و نخرجه ونقوم بحسب النجال أتركنا في فرن في فرن نقوم بحسب وفق ونقص درجة الحرارة حتى تحمر احسن بكثير من الصور هذا هو الديد لا تشبع من نوع طيب زبدة بطريقة صحية ورائعة مكونات كلها صحية مكونات كلها مزيانة نستعمل الكوركم الطبيعي ونستعمل الكوركم الطبيعي وهذه هي وصفة الدنجان نتمنى انكم ان شاء الله تجربوها اكيد تعجبكم زوينة بزاف والديدة ونمروا على بركة الله للوصفة الموالية اللي يحتاجها بدون لحوم يعني غيب الخضر سيحتاجوا فيها ان شاء الله البطاطا سيجيب طريقة اللي هي زوينة بزاف والاهم من ذلك انها سريعة سريعة بزاف كتتوجد في وقت قياسي عشان دقائق واقل كتكون معكم الوصفة الاخيرة جاهزة اول شي كيف تشوفوا معايا عندي ثلاثة الحبات دي البطاطس نصف كيلو او اكثر قشرتها وقطعتها بهذا الشكل كيف تشوفوا اذا كنخليها شي شوية غريضة ممكن تمسع من القياس اللي بغيتوا دي البطاطا تزيدوا الكمية حسب افراد الاسرة عندي هنا جوش فصوص دي الثوم تعصرهم ولا تحكوهم كيف كتشوفوا معايا انك نديرهم بالقشرة ديالتهم ساهلين هكذا فلاسير وكتخرج القشرة بوحدها يعني بلا ما نحتاج انه يبقى القشرة من بعد غادي نحتاج التوابل باش ننسم هاد الوصفة عندي الكوركم وتحميرة او بابريكا عندي الفلفل اسود الكمون والملح وشوية الزعتر او زيترة ممكن تنسموه باعشاب اخرى الي عندكم الازير وورقة دموسى او ورقة صرند اذا ناخد طنجرة الضغط دات فيها ملعقة كبيرة من زيت نباتية ملعقة واحدة بعد ما سخنات حتى سخنات ديك الزويتة اللي درت وحطت فوقها البطاطس نحركها واحد شوية من بعد نضيف ليها الان التوابل اذا نغيب واحد جوش دقيق ولا ثلاثة هكذا حركتها في هاديك الزويتة والان غادي نضيف التوابل كاملة غادي نخلي غيضك الزعتر باش نحكو بنيدية ها هو الزعتر كنحكو هكذا بين يدين وكنضيف الاعشاب المنسي ما اللي كتبغيو الماداق ديالها وكنضيف نصف كأس ديال الماء ويلا كتبغيو المراق يبقى فيه من بعد باش تغمسو ممكن ان كنت تزيدو شوية الماء ولكي ماشي كثير انا كندير دائما نصف كأس ديال الماء ممكن زيدو واحدة اربع كاس سافيك نخلط بحال هكذا باش كنت نساجم كلها المكونات مع بعضها وغا نزيد واحد جوج وريقات ديال الرند او ورق موسى ونغلق طنجرة الضغط من بعد ما كنزيد واحد الماء لقا زيد الزيتون اذا في الول درت ملعقة الزيت نباتية وده بدرت ملعقة زيد الزيتون نغلق عليها عشرة دقيق على نار مهيلة هيا بعد مرور عشرة دقيق اذا النار تكون مهيلة ما تجهدوهاش نهائيا باش ما تتحرق الكمش ها هي احباتي الوصفة كانت جي رائعة جدا 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 منسمة بالاعشاب الديضة والمريقة ديالها معل كما تشبعوش منها كان زيينها بالقصبرو مع النوس مقطعين كانت جيزوينة والديضة وسهلة وسريعة التحضير وكيف قلت لكم احباتي يبغي المريقة بقاليه باش يغمسها ممكن انكم زيدوا اربع كأس ديال الماء اضافي وخليو النار مهيلة عشرة دقيق تكون جاهزة واجدة ممكن حتى الاخر لحظة يعني لما القيسيمة طيب وتلفتها شنو توجد لاشا توجدها يعني في عشرة دقيق اذا هدية وصفة اليوم الديضة كنوا على يقين انكم متشبعوش منها ان شاء الله وصفات صحية بالخضر انتمنى يعجبكم فيديو دعموا القناة تخليونا الاعجاب ديالكم شكرا جزيلا على وفائكم وعلى حسن المتابعة دمتم في امان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة